هند البلوشي عن اختها مرام وانه وايد مش تاقت له زين يا هند ليش مراضي تؤمنين انه مكان الخلافات العائلية مكانها الصلاة البيوت مش البرامج يا هند وها مرام قلبها كبير ويا بخت من عندها امين يا هند ام واخت كبيرة تعتبر امه ف يعني انتي رحتي المهمة الصعبة مس رحيت المهمة الصعبة مات عبد العزم سلم واختش كاتب شاركة وانتي رفضت تروحين تسلمين عليها تشيل هالغرفة بالكواليس يعني كان بايدتش ان انتو تتصالحون وانا اعرف سبب الخلاف يا هند لكن احتراما لخصوصياتكم لن اتكلم لا من قريب ولا من بعيد السبب يا ريت شيء سوى والله يا هند على رخيص مو على غالب فعلاقتش مع اختتش هي الباقية مرام كانت تتعامل معاك طول حياتها على ان انتي بنتها مع ان الفارق الامري مش كبير ما بينكم بس مرام كانت تبيلك الزينة كانت تبيلك الاستقرار العائلي كانت تبيلك انتك تكملين دراستك كانت تبيلك لان انتي تأخرتي على ما خلصت دراستك تبيلك راتب تبيلك مكانة انا ما انسى في يوم من الايام دقيت على مرام عشان ايام ما كنت ماسكي قسم الفن في اليقظة كنت ابي سوي كفر بييب كلمت مرام قلت لان ابي سوي كفر حق اليقظة حق العيد يا عيبة الهام الفضالة وشي ما علي وفاطمة الصفي وابو ثينا الرئيسي قلت له ابيت مرام شا تقولي هاو واختي شوفي فكرت فيت قبل 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 نفسها قلت لها واختي قلت له اختتش قلت لانا للكلمة قلت لانا اختتش ما اثق فيها تابينها ما عندي مانع هي الداشة واحنا اطالعين روحي كلميها وفعلا يابتش وسوينا الكفر وموجود اللي كنتوا لابسين احمر فبيض مرام تبيلك زين ما تبيلك الشين وفي النهاية اللي باقي لك يا هند حيالك خواتك امك تعالى الصديقات ما عليك منهم ربع المصلحة والحاجة طول ما انتي فوق ونجمة وعندك فلوس ومكانة اجتماعية بتلم وشهرة لكن اللي باقي اللي يبقولك في النهاية هم منو امك خواتك اخوانك عيالك هذول اللي بيقعدولك للنهاية لو ما عندك دينار بجيبك بيشلونك لما رفتي بيحاطونك لنجحتي بيببولك لتزوجتي بيفرحولك لطحتي اول ايدين تشيلك وتلقفك وترفعك هم مكان يا ريت تؤمنين يا هند انم يبقى دق عليها قولي لها يا يتك بتريق عندك يقول لان حين في الامارات ان شاء الله تخلص شغلها وتروح ان شاء الله تجي تنور الدنيا انا مرام وايد احبها وايد احبها وايد انسانة جنن يا ريت انا عندي اخت مثل مرام بطيبها وبحنانها وبفزعتها قدعة تعاليلها تعاليلها تبيلها فزعة توقف عن امية ريال في زمن الريايل يكسرون ما يرفعون اتمنى اتمنى لكم الصلحة المبكر ويا ريت الامور العائلية ما بلاش منها في برنامج يسألني وما عند بروين حبيب مكان الخلافات العائلية وتسير تسير بين الاب وعياله وبين الاخوان وبين بعض وبين العيال وبين بعض تسير ما في شي ما يسير لكن في النهاية يتصالحون والفجوة ما تستاهل طول هالفترة صالت يمكن سنة سنة ونص مش مستاهلة في زمن نحن قاعد نشوف هند ما احنا عارفين في زمن الكورونا اللي ما حد عارف منه بيروح قبل الثاني شوفي جاسن عباس قبل يومين كان معانا اليوم فقدنا يا ما ناس تمنينا نتصالح معاهم قبل ما يروحون فما بالك بالعضيدة ظلح من ظلوعك جزء من لحمج ما يخالف يا هند ما يخالف وانت الصغيرة الصغير يروح حق الكبير مو غلط حتى ما نشوف الكبير بس الكبير لما يكون غلطان يا هند انت مرحة المهمة الصعبة انت ما كنت تابعين تواجهين من مرام لأنك بالموضوع اللي اختلفته وفيه كانت هي كلامها صحيح طلعت يلا على حق وانت اللي كان على خطأ يعني يعني انسان اذا كان على خطأ يروح حقه اللي الغلط في حقه يعني مو غلط انا عبدالعيز المسلم الله يطوله بعمره ابو عبدالله هو سعي صالحني وخوي العود ما غلط وقبلت الصلح وانا رحت تصالحت معها يا عبدالسلام انا اللي اكبر منها رحت اعتذرت لها لما شفتها بالشحاتين صدفة خفت لنا يعدي الوقت ويمكن انا نصاب بشي اروح قبل ما اعتذر لها وهي لاحق عندي وانا لا خطأت في حقها اعتذرت لها وانا اكبر منها بس الغلط ما يعرف كبير وصغير من تواضع لله رفعه وانسان ما يكابر على الخطأ ويهي تبيدك ازاينا في ناية انت اختها اسمت شنو هند البلوشي هي اسمها شنو مرام البلوشي اسمت شنو جاسم البلوشي ويهي اسمها مرام جاسم البلوشي اللي ينزلتش ينزلها واللي يرفعش يرفعها يا ريت هند نصيحة على الكل انه في ناس يقولون كلام يقولون مثلا ببعض التعليقات رفعي عليها التليفون يقولي لها لا هي انا ما تحجش بالتليفون لعدة اعتبارات اوكي لما يصير معي في الناد خصوصا اذا الشي طلع بالعلن لكن لما يصير فيه اشياء مو بالميديا مو بالاعلام مو في البرامج مو في السوشال ميديا ما نتكلم عنها شوفوا الحين انا مو قاعدة يقول السبب الخلاف اللي بين مرامو هند لأنه شي ما اعلنوا في السوشال ميديا حتى لو عرفه مش حقول انا اتحجه عن الشي اللي صار في الاعلام الدال ما تبتين جدان بروين حبيب لم ياختش ويبتي على شتفة بتطبطب عليك بس هاكثر ولا اقل اللي بين